بالعودة إلى الخبر الأبرز في هذه النشرة حيث اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله ووزيري البترول والمالية ذكر متحدث رئاسة أنه خلال هذا الاجتماع تم بحث عدد من ملفات العمل الحكومية في المجالين الاقتصادي والتنموية وقد جاء ذلك استكمالا لمتابعة السيد الرئيس للجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية وتعزيز العمل الجاري لدفع معادلات النمو الاقتصادي والدخل القومي اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي والمهندس سارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد معيت وزير المالية لمتابعة عدد من ملفات العمل الحكومي في المجالين الاقتصادي والتنموي وذلك في اطار متابعة السيد الرئيس للجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية وتعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي